قطاع اللوجيستي ما زال يتمتع بنسبة إشغال مرتفعة جدا أحيانا تتعدى 95% ما زال يتمتع بما يسمى العوامل الإيجابية التي تدفع العقار أو الصناعة إلى الأمام منها توجه عدد من الصناعات للانتقال من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها قطاع التكنولوجيا أو السيمي كوندكتر تيبس نحن نرى توجه كبير في عدد من المصانع والمخازن المعنية به القطاع الرقم اثنين ناتج عن بعض التجاذبات اللي ما بين الولايات المتحدة والصين فيما يخص التجارة وخصوصا فيما بعد مرحلة كوفيد في توجه من قبل قطاع المحال التجارية إلى زيادة نسبة المخزون فتغيير طريقة إدارة المخزون من ما قبل التجاذبات التجارية ما بين أمريكا والصين اللي كانت تعتمد على نظرية جاستين تايم بمعنى طلب المخزون في وقت الحاجة إليه إلى جاستين كيس اللي هو إضافة مخزون ليكون موجود في أي احتمال فهي طبعا يزيد حجم المساحة المطلوبة للتخزين هاي رقم اثنين رقم ثلاثة طبعا وهي ظاهرة عالمية وتتطبق على الخليج أيضا أنه في تغيير في نمطية الطلب إلى المخازن يعني نعرف موضوع أمازون والتجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية عندما بدأت كانت تسليم حتى في أمريكا على أسابيع وأشهر تحول إلى جزء من الأسبوع تحول إلى أيام والآن تحول جزء كبير منه إلى نفس اليوم عساس تتماشى مع هالموضوع فأنت محتاج إلى أنواع ومساحات ونمطية من المخازن تسمى اللاست مايل أو المخازن التي لديها القدرة لتوفير السلعة أو المنتج خلال فترة بسيطة هذا الطلب عليها كبير جدا